اشتركوا في القناة اليوم جمعة مع احد زملائي واصدقائي هنا في قناة النادي الاهلي عشان نستمتع بحضراتكم ومع حضراتكم بليلة من ليالي رمضان الحقيقة اللي بترجعنا لذكريات جميلة جدا جدا الحقيقة شهر رمضان شهر مميز جدا جدا سواء للعبادة او سواء الواحد بيرجع للتاريخ من وراء ويبتكر ايام الطفولة الجميلة وقدقي الناس يعني ان شاء الله يكون هذا الشهر كريم على الجميع النهاردة مع حضراتكم معايا زميلي وصديقي احمد سمير مساء الفل عليك ابو حميد كل سنة وانت طيب وانت طيب حبيب عليك وعلى الاسرة وعلينا جميعا كل سنة وانت طيبين يعني زي ما قال هاني الحقيقة وشهر لي خصوصية عند الناس كلها شهر بتحلى فيه لما تحلى فيه الزكريات تحلى فيه كل انواع العبادات اللي ممكن تقربنا من المولى عز وجل شهر بن السنة من السنة للسنة كل حاجة في رمضان طعمها احلى والاهلي كمان احلى واحلى وان شاء الله معاكم كل يوم في الاهلي في رمضان تستمتعوا كده بنجوم النادي الاهلي على مدار تاريخه اجيال واجيال واجيال عندهم قصص وحكايات وذكريات ابدا لا تنسى نهاردة هيكون معنا واحد من الكبار نجوم النادي الاهلي جيلة عظيم الحقيقة مش هو الاسمه خليمه فجأة تابعونا في حلقة النهاردة واتمنى ان شاء الله وطبعا يعني اكيد على مدار الحلقة انا وهاني عن تابع ونقول لكم اخر اخبار النادي الاهلي صحيح في فترة التوقف لكنها مرحلة بالنسبة لنا حساباتها في منتهى الاهمية خصوصا ان رجاء صعب وبعد الاعلان طبعا عن قراءة دوري الابطال محتاجين نتطمن على عودة الفريق للتدريبات على برنامج الاهلي لغاية ان شاء الله لقاء سينبل اتحدد له يوم 29 واعتقد في كلام كتير جدا يتعليهني اكيد